السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا احباب? اتمنى يا ربي تكونوا بخير. اهلا بكم برقاء جديد ضمن عنواننا صناعة المحتوى التفاعلي ضمن برنامج الباوربوين. اليوم راح نقدم تصميم سلايد رائع جدا جدا. سواء كان هذا السلايد او هذه الشريحة افتاحية لما احد المشاريع او الانت قائم عليه. او ربما يكون هو احد الشرائح الخاصة ضمن اي مشروع. بكل الاحوال يمكن استخدام هذه التقنية بكل بساطة ضمن برنامج الباوربوينت لتطلع مخرجات غاية بالروعة. توصل من خلال افكاره لجمهورك ايا يكون الجمهور المستهدف من قبلك. قبل ما نبدأ يا اصدقاء اتمنى منكم حبا وفضلا وتكرمان ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شيري هذه الفيديوهات وتشاركه مع اصدقائك. واذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك. ولا تنصدغط على مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك مني كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. اهلا بكم اصدقائي. بعد ما قمنا تشغيل برنامج الباوربوينت واخدنا الشريحة فارغة. راح نتوجه الى قائمة الادراج. راح نختار شكل مستطيل بالزوايا المستديرة. راح انكر. وبنكر مع الصحة برسم المستطيل معنا بهذا الشكل. بنكره بس حوله حتى اجعل الناحية العلوية والسفلية منه بشكل اقواس دائرة بالضبط. بناخد شوية تميلان. منه بهذا الشكل. تمام? ومنحكم العرج معنا بهذا الشكل بالضبط. راح اكون بترزئة الشكل وتكرارهم على اكتر من مرة. يعني على سبيل المسال. راح اكون بتحديد كل الاشكال المرسومة. ومن قائمة تنسيق الاطار راح نختاره عندي اياه بدون اطار. تمام. راح نتوجه الى قائمة ادراج ومن الاشكال راح اخذ عندي مسلس. هذا المسلس. بنكر مع السحب لحتى ارسم مسلس. من استدارة بدي اعمل لالو استدارة افقية او انعكاس افقي لحتى يكون معنا بهذا الشكل بالضبط. راح نحطه مسلا معنا بهذا الزاوية. تمام? على حافة الشريحة. تماما. طيب بهذا الشكل بالضبط. راح انكره اسحب ارتفاعه عندي اياه لهون. بحيس ان هو يعني يزلل هدول اول ثلاث خطوط عندي اياه من الاشكال. ونفس المبدأ بنجي بنكر وبسحب لحتى ارسم يعني او اني اوسع المسلس ويكون معاي بهذا المبدأ بالضبط. طيب راح نختار بدون اطار. وبنختار التعبئة الونية لالول يكون معاي مسلا بهذا اللون. بهذا اللون. ورح نختار الرسال الى الخلفية. بكون بتحديد هدول الاشكال مع بعضهم البعض. كل هدول الاشكال. وبنكر وبسحب لحتى احركن حتة فقط بسيطة. تمام? طيب. هادي يبدو راح نزله شوي. تمام? مشان الحد يكون معنا للمسلس واضح. راح نقل باليمين على المكان الفارغ بالشريحة. باليمين واختار تنسيق الخلفية. راح نعبقها بلون خالص. اي لون اضافي. ولا يكون معاي مسلا عندي هذا اللون. تمام? ولا يكون على سبيل المسال. خلنا ناخد اللون الاغمق منه كمان. لا بأس بالموضوع يعطيني شكل جميل للغاية. حاليا راح نضغط على مفتاح الكنترول. واقوم بتحديد كل الاشكال يلي قمنا برسما بهالشكل هذا. كل الاشكال يلي قمنا برسما راح نقوم الان بتحديدها بهي الطريقة. تمام? بمفتاح الكنترول وانقر مرة مرة على الاشكل. اضغط باليمين. ومن تجميع راح نختار تجميع. بعد ما قمنا بتجميعهم كشكل واحد راح توجه الى تنسيق ومن تعبئة بصورة راح انقر على مفتاح الادراج لتحديد الصورة المراد تعبئتها. ولكن على سبيل المسال خلني اختار هيدي الصورة وانقر على مفتاح الادراج بعد تحديدها. طبعا مفاتيح الازاحة كلها تتشتغل معك لضبط مساحات الصورة. بشكل جميل جدا جدا. ولكن عندي على سبيل المسال مساحة الى اليسار خلني انا نقصها بشكل سلبي شوي. على اليمين راح نزيدها. او كمان راح نقصها. بحيس انه يعني تنجزب معي الصورة معي. بهذا الشكل بالضبط. واقوم بعرض الصورة بهذا الشكل. نفس المبدأ عندك للاعلام وللاسفل. الان الخطوية اللي بعدها يا اصدقاء راح اقوم بتحديد هالاشكال هدول فقط لغير اللي هن فقط على الخلفية الزرقة. تمام هدول من الاشكال اللي هن الان كانوا خارج المسلس. خارج المسلس. راح اتوجه الى التعبئة ونجي الى خط وبقوم برسم خط متصل لالون. نعم الخط متصل. تمام? بلون يلي اخدناه لمن? للمسلس. يكون من لون المسلس. تمام? العرض عندي راح ازيده شوي. بحيس يكون هذا الخط ظاهر. هذا الخط يكونه ظاهر يعني واضح لالنم. ويكون معنا مسلا بهذا الشكل. من تأثيرات من تأثيرات ومن الظل راح نختار ظل داخلي. وليكن معاي الى هيدا الزاوية ظل داخلي. راح نقلل الشفافية شوي. تمام? راح نقلل شفافية شوي. والضوابية ربما نزيدها بعض الشيء. ونفس الشيء موضوع المسافة. تمام? لحتى يكون معنا الظل الان بهيدا الجمالية. بداخل الاشكال وهن داخل الصورة. حتى يكونوا معنا بنفس الجمالية بالضبط. خلني احدد اي شكل اي شكل. اضغط على نسخ التنسيق وبطبقه الان على كل الاشكال البقية. كل الاشكال البقية. تمام? راح نطبق التأثير. اضغط مفتاح لالغاء امر نسخ التنسيق. وبرجأة بحدد كل هذي الاشكال الداخلية. هاي دي الاشكال. كلها راح نكون بتحديدة. بمفتاح الكنترول طبعا. تمام? ورح ناخد لون معاكس لهو الان اللون الازرق فقط اللي انا راح اغير اللون للخط. وانا باخده باللون الازرق. تمام? اللون الازرق. لحتى اعمل هذا العكاس بالالوان بالضبط. الان كل ما هو عليك انت راح تجيب الفقرات والنصوص اللي انت محتاج انك تزين في اه شريحتك. خلني اختار كنترول زائد في. تمام? والوين النصوص باللون الابيض بشان تكون واضحة لالنا. ونبدأ بوضعه وبالتزين. وليكن عندي على سبيل المسال صناعة المحتوى الان هو النص الرئيسي اول عنوان الرئيسي. تمام? خلني اختار توسيط. ونغيرها. نوع الخط. نكبر شوي كمان. يكون معنا بهذا الشكل. تمام? في باوربوينت. هذا لا بأس به. تمام? خلني اختاره باللون. هاي اختيار لون من قطارة. باللون اللي استخدمته بالخلفية. بالضبط. تمام? نختار توسيط لالون. بيمكننا من تنسيق الخاصة بنصوص نعمل اطار باللون الابيض لحتى يبرز معنا الاطار ازا حبيت. هذا بتختار اللون. وبنختار السماكم. ولا يكون معي مسلا بهذا الشكل بالضبط. خلنا نكبر كمان حجم الخط شوية. بحاول ان يقدم بعض التنسيقات يعني ربما هي تناسب معكم بالتصميم. الفين وعشرين راح تكون معنا بمظهر اجمل. لاني يعني الفين وواحد وعشرين عفوا. نخلي يكون معنا بمظهر اجمل. نات لنشوفش في عنا خطوط ولا يكون معنا. تمام? نفس المبدأ راح نحطه بهذا المكان. خلنا ننسيق النص معنا بهذا المكان. بهذا الشكل. من تنسيق فيه عندنا هون من التعبئة. راح نختار تعبئة متدرجم. تدرجات اضافية. راح انقل عليها حتى ينقلني الى خيارات التنسيق الخاصة بالنصوص. نختار تعبئة متدرجم. خلني اختار لونين وليكن معاي مسلا هاي دي الالوان. خلني احسف اخر واحد. تمام? خلني اختار مسلا يكون معاي اه بهالشكل هاد. اختار لون الاصفر. تمام? يعني لون ابيض ولون اصفر عند ايام. تمام? بهذا الشكل بامكاني ان اعمل تأسير الظل نفس المبدأ يكون معاي بهذا الشكل. انقص الشفافية. تمام? ونزيد المسافة. حبة شوي لحتى الظل يعني يكونوا واضح معانا بهذا الشكل. تمام? مسلا عنده كون مع المدرب. كمان نفس المبدأ نختار توسيط. واللون خلني اختاره باللون الاصفر. نختار نوع لالخط. خلني ادور على لون خط يكون يعني على سرعة شوي على عجل. هو اللي يكون عندي هذا النوع. نكبر حجم الخط شوي ونوسع المساحة. يتكون معاي بهذا الشكل. اما الاسم راح يكون في لنا معه حتى اضافية لتصميم الاسم. او هندسة الاسم. خلني اختار ايضا نوع خط. انا ما بركز على نوع الخطوط لاني مجهز حالي بالخطوط شوي. ولا ما اطول معكم بالفيديو بالبحث على الخطوط. تمام? بيهمني كتير موضوع التنسيقات. اي انك النوع الخط انت فيك تختار يلي انت محتاجه. مسلا يكون معانا بهذا الشكل بالضبط. راح نختار للنص متل ما حكيت موضوع العنوان. نفس المبدأ نختار تدرجات او تنسيقات. تمام? نختار تدرجات. ونختار تدرجات اضافية. نختار تعبئة متدرجة الان. وخلني انا اعمل يعني اللونين. يعني لون عندي اياه من لون الخلفية. من هذا اللون مسلا. تمام? واللون التاني خلي يكون عندي اياه من لون الازرق تماما. يعني لون من الخلف. لون من اللون المسلس. واللون التاني من هذا اللون عندي اياه. تمام? فينا انقربونا على بعض شوي. لحتى يبرزوا معانا الان هذا التدرج بين الكلمتين بالضبط. متل ما انا شايفيني احبابي. بالضبط. نفس المبدأ بيمكننا نتوجه الى التنسيقات اضافية ونختار ظل. تمام. راح نقلل الشفافية. ونزيد ضبابية بعض الشيء وايضا موضوع المسافة. لحتى يكون يعني الظل واضح معنا بالضبط. راح نشغل شريحتنا وتكون بكل بساطة هاي دي الجمالية اللي حسنا نقدمها بادوات جدا 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 فعلا بسيطة. نضم برنامج الباور بوين تنطلع مخرجات غاية بالروعة لحتى نقدم آآ سلايدات وشارعحنا بالطريقة يلي نحن نلاقيها مناسبة. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا لقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللاق في كم كالمعتاد. تكرما لا تنسوني من تفاعلكم والدعم وتعمل مشاركة لهذه الفيديوهات لحتى تشارك معي بايصال الفائد الاكبر قدر ممكن من المستحقين والمهتمين بهذا المجال. القاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة